بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله جدة بثلاثية لهدف في ملعب الملك عبد الله بجدة إمام حشد كبير من الجماهير السعودية فصل وجماهير الأهلي الوفية فاز النادي الأهلي المصري على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاث أهداف لهدف واحد في مباراة رابع نهائي كأسل عالم للأناديت 2023 التي أقيمت على ملعب مدينة قم الزيكة لملك عبد الله لها للرياضية في بريدة بلس عودية يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 بدأ الأهلي المباراة بقوة وسيطر على القرى ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق علي معلول من ركلة جزاء وضعها علي يمين لمعيوف حارس فريق الاتحاد واحتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد نتيجة لمسة يد محمد عبد المنعم في نهاية الشوط لاولي تصدي لها كريم بن زيمة ولكن السدى العالي محمد الشناوي حارسي مرمي لأهلي ومنتخب مصر تصدي لها ببراعة وواصل الأهلي سيطرته على المباراة في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق الموهوب حسين الشحاتي حاول الاتحاد تقليص الفارق في الشوط الثاني لكن لأهلي قطع عليه الطريقة وسجل أمام عشور هدفا ثالثا للأهلي قتل به اللقاء وضمن الفوز للنادي لأهلي وعبوره للدورنصف النهائي وغريا كولر عدة تغيرات ودفع بعمر السولية واليو ديانج ومديز في الدقيقة 74 فرض الأهلي سيطرته على المباراة في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق الموهوب حسين الشحاتي حاول الاتحاد تقليص الفارق في الشوط الثاني لكن الأهلي قطع عليه الطريق وسجل أمام عشور هدفا وتقام مواجهة الأهلي وفلومي نمسي على ملعب مدينة الملك عبلاه الرياضية الجوهرة المشعة وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين لقاء الأهلي وفلومي نمسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 تبثه قناة وسلسي السعودية وتجمع مباراة نصف النهائي الآخر من منديال الأندية بين أوراوة الياباني منشستر سيتي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر وفيما يلي أبرز أحدث المبارات البداية للأهلي بدأ لأهلي المبارات بقوة وسيطر على لكرة